الطائرة المصرية المنكوبة لا تزال تخفي معظم أسرارها لجنة التحقيق المصرية في حادث التحطم كشفت أن طاقم الطائرة لم يبلغ عن أي مشاكل فنية قبل إقلاعها من باريس كما أنها لم تجري أي اتصال مع أجهزة المراقبة المصرية خلال الرحلة لكن مراقبين جويين مصريين تمكنوا من مشاهدة الطائرة على شاشات الرادار في منطقة حدودية بين المجالين الجويين لمصر واليونان تعرف باسم كومبي وتبعد 260 ميلا بحريا من القاهرة قبل أن تفقد آثارها طاقم الرحلة رقم 804 أرسل 11 رسالة إلكترونية أظهرت إحداها ارتفاعا في درجات الحرارة في نافذة مساعد الطيار قبل ثلاث دقائق من اختفائها عن شاشات الرادار من جهته نفى قطاع الطب الشرعي في مصر فرضيات تشير إلى أن صغر حجم الأشلاء المنتشلة من مياه البحر يشير إلى وقوع انفجار على الطائرة فيما لا يزال البحث جاريا عن موقع الحطام والصندوقين الأسودين مصادر التحقيق تقول إن من السابق لأوانه الحديث عن سبب سقوط الطائرة التي اختفت فجأة دون إرسال إشارة استغاثة في انتظار العثور على الصندوقين الأسودين وتحليل معطياتهما أو انتشال كمية كبيرة من الحطام لرسم صورة أوضحة عن السبب المحتمل للفاجعة ترجمة نانسي قنقر